هذا الفيديو خدمنا الكثير من الجهد والوقت نتمنى من اي واحد اعجبوا الفيديو مينساش يدير لي اعجاب ومشاركة مع باقي الناس ولهذا قررنا نقوم بوحد الديفوي بتوني دي غارير مادريد اوريجينال لأي واحد منكم دار هذا الشروط هذا دواري زيكي كانوا فيه فرق كبار كانوا فيه النجوم كانت فيه رابطة كانت الجريدة كانوا بزيف دي الفرق ومعمرهم قدروا يوصلوا باش يديروا يدخلوا للعصبة كانت عندي واحد غير على المنطقة دينا صرتو تشوف بزيف ديال بتراري اللي كانوا فلاش ديالي وكانوا كبر مني ومعروفين في مراكش كوايري ما تحتش لهم الفرصة انهم يلبوا فرق يخرج اخذينا المبادرة الصيف كله احنا خدمين كي بنا نجيروا التراري بنا نجيبوا التراري خذينا الفكرة بجينا في الصيف بجينا نطع طراب اللي سميتو مراك هنا بجينا تنجمعوا طراب صغار بنا طنع تنجيروا صبحيان على الحيد را تنجيبوا اللي هنا تجيين نحنا تطلع تجيين يطاقكم هواح لقينا ناجي الرابطة أعطونا فرصة لنزيدون طوروا رصنا في الميدان اللي هو تدريب لقينا اقبال التراري اللي كان لديها ما أصلا تي مارسوا هاد الرياضة وتيحبوها السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد ومحمد 34 سنة ساكن في دواري زيكي زيادة وخلق في دواري زيكي طرع عضعت في دواري زيكي كانت بدايات دي ولي فاريخ الكوكب المراكوشي الفئة السينية دي الكوكب المراكوشي من بعد فاريخ الكوكب المراكوشي ومجموعة دي الفورق لعبنا فيهم ديال الهوات لي ما خلانيش نكمل في الكوكب وفاش وصلت ليس بوار كان عندي واحد البليسير البليسير خيبة لي ما خلاتنيش نكمل في الكوكب هدا ما خلانيش نحبس كملت في الطومين الكوراوي دياري ماشي في دكشيني كنا طامحين اللي نوصلوا لي ولا اني خدينا واحد جريبة من كل فرقة خدينا شوية سنة 2014 قريبا دفعت للديبلوم تاعد تدريب شدتيتو خدمت دوست وعد المرحلة واحد المرحلة في أكاديمية تاعد الخلج اللي استافتت منها بزاف صراحة أضعتني واحد جريبة كبيرة دوست فيها خمس سنين هادي كنومنتالي كنت في الخلج تلعب الفوتسال كنت لعب القرونفوت في ده فئات كاملهم ديالكوكاب وفرق ديال الهوت منبعت لحيت الفوتسال فاش بدلعتم معش فرقي ديال الفوتسال مش تشوف عندك عندك واحد موايب كثيرة في دوار اذيكي فانترى نتاعي مادة طاكفف دوار اذيكي وكتعار في التراري ولا دوار اذيكي وكتعار في العقلية ديال وعلي دوار اذيكي ماشي كان اعبوا فيهم وليني كان عاتبوهم لماذا لا يخرجوا شي لأبو كور؟ إذا كنت في تاريخ ديال دوار زيكي تريق لا اللي خرجو ولا أبو كور منتما جات الفكرة ديال أننا لماذا ما تكون شدنا فرقة في الحومة؟ كانت تيما عندها الفكرة لماذا ما كناش فرقة في الحومة؟ وكان صراحة الله كان طموح وكان حولهم حاول ديال أنه يتحقق بسم الله الرحمن الرحيم الإسمع عبدالعزيز إيديده المهم ديال في نادي الرابطة وكاتب عام ديال نادي يعني يمكن ديال في جميع الإجراءات القانونية والإدارية ديال الفريق المهم أنا ابن منطقة ديال إيزيكي ديال دوار إيزيكي بحالي بحال أيها الناس كنت نتفرج في الرابطة تنسمع بها واللول المهم بداية ديال الرابطة كانوا في تيترينو في الماراكانة عندي واحد اللولية الصغيرة اسمته أدم خديته وديته الفكرة محمد كنت نعرفه أرائزي الفكرة كنت نعرفه أحد معرفة سطحية ماشي بحال أيها الناس في السكتور من بعد بديت نكتشف بأن وعندوه أحد الفكرة في الفوتصال ديال القاعة مشي طن تفرج طن تفرج نشوف درية كتيرة ومو أعجبتني الفكرة من جيت نتقرب بزاف الإخوان رقيتوا بأن تشتغل وجوش الناس إلى ثلاثة وطرحت نفسي أنني نتعاون معهم ماشي في المكتب ولكن نتعاونه خسرتش حاجة في اللوجيستيك خسرتش حاجة في الإدارة مهم نحاول نتقرب الدرية ونتعاون معهم كواعد من الدرية ديال المنطقة هادي الفكرة اللولية اللي جات اسم محمد الصافي لعمر واحد وثلاثة سنة لقينا ناجي الرابطة أعطانا فرصة لنزيدون طوروا رصنا في هذا الميدان الحمد لله كل شيء غادي هو هاداك اللي يخصطنا تنطلبوها منهم توفرها لنا فكرة تتجي تتكون تتشوف أنت أصلا بأن الحمد ديال كله الكارسي ديال اللي محسوب عليك ما فيش فرقة اللي غادي اللي تقدر احنا كيبغيناها فاش كنا صغار ما القيناهاش كناتان مشوطا مشوين ترينيو في كوكاب ميليو جيال فرقة اللي كبار ولكن الفرقة في الكارسي ديال كلها في الحمد ديالك ما كانش تتكون يعني كانت تكون عندك واحد العائق كبير باش تمشي وتمشي تلعب مع ذوك الفرق محمد ميسر مدري بالفئة طلق كبار نادي الرابطة الرياضية الموضة كوشير بالنسبة لما أمني تنزول حاليا مش ريفة لفئة طلق كبار نتعال نادي ونتا نحاول نعطي بعض المعلومات اللي كنت احنا خديناهم من الناس اللي قرونا في الميدان تا تدريب والميدان تا ترباويتا هو نحاول نلقيه التراري الصغر اللي معنا في الاكاديمي ولا الفئات الصغرى نتعال نادي الرابطة الرياضية الموضة كوشير فاشتا نتناقشوا مع التراري لامحمد لياسين لتراري اخرين كنتا نتناقشوا معاهم لأخ رضا الأخ عزيز الأخ حمود اتا هو كنتا نتناقشوا معاهم كي بنا نجيبوا هذوك التراري وكي بنا نبتلوا الفكرة اللي عند الناس على هذيك المنطقة هادا هو الهاجس دينا اللي كان هو الول الهدف دينا من هذش ولمبتغ دينا من هذش كله هو عندنا واحد من دراسة اللي مننا اللي قلت طمطن طمحوه يلي يبقى داك شي التسلسل متلا مدراسة وصلت للاك أقل من خمسة عشر لسانة بتاعتشيك الأقل من سبعتاش لسانة وانت تبقى غادي لتمنتاش لسانة تسعتاش لسانة يتوصل اللي كي بتاع اللي سينيور اللي عندك احنا ولاد الحومة واحد العدد تيال الدراري اللي قراب باقين جون مفاهمين في العقلية حيتاش قراب فلاش مفاهمين في العقلية جمعناه قررنا أننا نكريه وجمعية اللي اسمينا الرابطة اللي هي حاليا اسمينا الرابطة كرينا الجمعية فاش دخلنا هاد المغامرة تاقد عرف نهار الليول تكتون تتظر مع الدراري حاطينوا واحد الليوبجيكتيف حاطينوا واحد الأهداف حاطينوا تخدم عليها من بين المشاكل اللي اللي قينا في الليول هو باش نخلص واتاك نونجاجمو فاش درنا تكرينيو مع الدراري ولا الحومة وما هذا، دابتري بدوتي تتهربو بحالا ما قلتوش على ديك المسؤوليات دابا كل وعدو والحوجاج ديالو كلي في تهرب كلي ما قدرش أنه ميدخلوا معي في ديك المغامرة وانا داتا حت تخديته شخصي ما عادش أرجع اللور حتيت رجل اللولة من كي شرطتا خسينزيد أفكار اللي طاحوا عنا في اللول باش أنا ننوفر هذا كل ونجاجمون ديال الفوتسال اللي كان ديك الساعة خمس آلاف درام وابين الأفكار اللي طرحنا في الاجتماع أننا نديروا تورنوة صغيرة تقريبا نعيطوا على عشرات الإفراقي تورنوة صغيرة نديروه محتام الرمزي باش يكون وفرتي واحد واحد نسبة ديال اللونجاجمون حطينا البروغرام حطينا الوبجيكتيف حطينا البلونكي غادي نديروا لديك التورنوة وهذا وهذا عادتاني رجعوا للور أنا حاولت ندير معهم هذه الفكرة باش نحمسهم ونحفزهم ما زعموش اضطريت أنني نتواصل مع العصبة ونحط لهم شيك شخصي ديالي برسوني ديالي كضامان أنني غادي نخلصكم يخليونا ندخلو معكم في البطولة فعلا حطيت شيك ديالي هادوك مبقاش تسوقوا وشعوا اللور صافي دبال واحد ممشاش معك فاديك ليطاب عملك الشعب تاني فحطيت رجليك فتتتجروا معك مشيت بوحدي فاديك المغامرة كين ولد الحومة كويرية مجمعناهم دريري كويرية حتا شتنا عرفوا دريري ولد الحومة كويرية هو باش يخرجوا لابوه على بره فايكينا فرقاف الحومة أجيل لابو فاكامني رغم أنني كان باقي في يالي اللي يلاعب وإني بحكم القانون اللي كي لي تقول بلي الحعاب من يمكش يكون موسير التريري هم اللي 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 سينا وديك الساعات كنت أنا يا إداري معهم و المساعدة ديال السمه محمد شكرايني المدريري اللي يبدأ معانا من السنة اللو لا وادخله معنا في هذه المغامرات كان عنده فضل كبير تقوي على فريق الرابطة ماش ندكر رسمية التقوي وبدأت المغامرة الحمد لله تأسيس دي الفارق كان في 2018 السؤال إخوان واحدة المجموعة دي الإخوان أخذوا علاعة يقوم بأنه يكون واحد البروجي على المدى البعيدة لخمس سنوات كان في الول فوتسل دوزوا فيها واحد سنتين لتحق بالإخوان السنة الثالثة قدرنا أننا نصلوا للبرج بارجنا بإمكانيات بسيطة وحاولنا التعاون بضياتنا واليد في اليد وصلنا للبرج دوزنا ما نجحناش مش مشكلة لأننا لخطوة اللولة في الكورة دي الأنز غني فيها مزيان السنة اللولة حتلنا المرتبة الثانية السنة الثانية المرتبة الثانية وهذه السنة إن شاء الله احنا غازين وطمحين أننا باش نحق الصعود الصعود للقسم الشرفي الأول دوز شدرنا على الإحصائية كاملة اللي حققت الرابطة من نهار تأسيس ديالها كتبين باللي لمنطقة ديالنا فعلا فيها موايب كانت خصم ويفرقافيني بينها وما ننساوش فاش وصلنا واحد لفترة اللي هي فين بد تأسس الغرون فوت فين غادي نأسسوا الغرون فوت والعام الثالث لنا تأسسات الفرقة في 2018 2019 2020 السنة الغرون فوت ظنافرع ديال تيران كبير بالمساعدة ديال ديال الرئيس حاليا محمد بوطالب وسعستين طراري تنشكرون من هذا المنظر اللي تاقو فينا وتاقو في المشروع ديالنا وقبضوا بيدينا صراحة اللي هو المدير ديال شركة ديال آئيم جي بويلدينج اللي هي شركة عالمية ديال البني تاقو في البروجي ديالنا حتنا معاهم الأهداف للمدى القاصير المتوسط المدى البعيد عجبتهم الفكرة دخلوا معنا في المغامرة سيرتو سيرستين توا عندو عندو علاقة عندو عائلة جياله في المنطقة ديالنا دكشي يزاد شجعوه أنه يدعم هذا المنطقة ديالنا السلام عليكم ببعداء اسمي جي زكري المرياني العمر سبعتاشر سانة لعب ناجر رابطة المراكوشي و لعب عطاهم مو هاجي أنا فرحان بجزاف عداش كينا فارق حدايا في المنطقة جيانا دواري زيكي تجي تلعب ماد التراري صحابي تنعفهم والمدرب كذلك و كينا تعتمونا مساعدات و كيفاش اللعبو و تنحطرمو تعليمات المدرب و تندخلو تنأتيو الواجيب في المنطقة كينا واعد لإفتخار بالله كينا فرقاء و غدو تتنمى كينا واعد لوجي كتف خدامين عليه باشي نحقق قوة داكش ان شاء الله و منتصادم السلام عليكم بسميتي يشام بن حقي ابناء حي دواري زيكي و الصراحة احنا فاشي الله بجينا كنت خسك تمشي خسك تمشي للسي جي يوز ولا خسك التوجيات اللي بيش تلعب القورة عناية ما كانش متاحها لك باش تلعب القورة عناية و دبع مني لنا تعطيت الفرصة بيش تليه في حومتك عنا را درا واعد شرف اللي كبير اللي حومه والتراري التاومه باش يجمع راسهم و را فرصة هاجي ما ما تعطتناش حنا فعد لوقيته قال لوقيته حنا قسك تمشي بعيد باش تلعب القورة دا برجاتك القورة تلحمتك يعني را بسك تشد فيها و تقدر غارة مسي سامي رزقنا العمر جالي 23 عام منطقة فين تنسكن دواري زيكي بالنسبة للناجي الربيط المرقوشي يعني ناجي مزيان قروب مزيان يعني مفرنا بتسافت الحويش اللي مش تمشي ناجي اللي قتم لي هاد الفارقة دا واللي عرض علي هاد الفارقة دا قل نشكور محمد مسي محمد هو اللي عرض علي هاد الفارقة دا قل لي يجي مرحبا بك نجي ربيط المرقشة و اجي الفارقة اجي لحمتك اما كيش لي جري عليك اجي مرحبا الشي اللي خلاني ندوز معاو واعد ثلاث سنين تقريبا مزيان غاجي في واعد المستوى اللي مزيان كنت بواعد مستوى ولكن غاجي بشوية بشوية تنطوره مزيان الحمد لله من نسبة المدرب السمه مدميسور تنشكره على هاد العمل اللي و هاد الوقتة اللي عاطينا والتعب اللي متعبينه معنا تحنا تنعتذرهم منه بزاف يعني ما تلقاش ما تلقاش معاوش معاوش الحمد لله مزيان قوي اي وعد في التريري في القروب اي درير باقي جون تقريبا قاضي مني متعطيه فرصة متخيبش ليه يعني ما تحطمش متحطمش للترير مستوى دياله متعرف بنا متعطيه فرصة باش يمشي مزيان في النادي تهو موسيقى فارق الرابطة وهو واحد الفارق اللي نقدر نقول عليه انه خرج من المستحيل نظر للصورة النماطية العديد من الناس على المنطقة و محمد هو اكبر مثال على ان هذا المنطقة لها الكثير من الشباب اللي كيبرزوا على كفاءات عالية و في اول حضرنا المباراة رسميا الفارق اللي فاز على سبورتينج مراكش بستان صفر اللي هي قد تعتبر واحد النتيجة اللي كبيرة وهذا اندل فإنما يدل على ان هذا الفارق احتيرا في ودو كفاءات عالية موسيقى 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 ليس مثلاً يحسبوا راسهم غرابة علينا إنما مثلاً نحاولوا ندخلوا معنا ويكونوا إخوة جيانا ويحاولوا ما أمكانية تأتبطوا لا بنسبة الفتصال ولا بنسبة الفارق الصراحة الله ده هو الكونساتيجاني نحن في الجروب مش من غير الكورة وإنما نكونوا واحد العائلة أبار الكورة حسناً تلافقت مثلاً تخرج من الكورة مثلاً من ناجي ولا مثلاً تلقى راسو في توشو أخوة مثلاً من غير الكورة قد تلقى ما يفز نقاماتنا تقوم بقاء معك لديك العلاقة مزيانة نتمنى من الناس المسؤولين أنهم يحاولوا ما أمكان يوفروا الحصاص لجميع النواجي لأنها تدفع أنا من المنظر دي كتبلي كتحمي الشاب من المسؤولين يوفروا لك الحصاص وكوفروا لك المرفق وكوفروا لك بزاف جل المسائل لكي أن هذا الشاب بد أن نطوره ونحميه بالنسبة لي هذا هو شيء حاجة لي كبيرة أحسن حاجة بالنسبة لي مثلاً أن هذا الناس المسؤولين والمجتمع المدني كيف يوفروا بالنسبة للشاب بعيدة لكي تدفع الحواج أنهم يتعطى للمخطيرات منهم يتعطى لشي مسائل لي ماشي بالنسبة لي هو فوحد الله ذاكي يقول بأن المجتمع تخلالي تبليدوا الحواج الخيبين وملح للواحد بأكس أنه لو مثلاً لدينا نسمى المرافق وبعد سهولة وبعد سهولة تنظن أنه تقريباً قاع الشباب غادي يكون حامر أسوق وغادي يوصل لذلك الأهداف اللي يبغاهوه كاينين صعوبات بزاف بالنسبة للرياضة في مراكش كاينين صعوبات بزاف لي هو أهم حاجة هو التيرانات مثلاً هي التيرانات دابا يقدر لسينيور تقع عندهم حصاص ما بالنسبة لي فئات صعيب تتلقى لهم الحصاص ديالهم باش يتطوروه هذا هو الحاجة اللي صعيبة تلقاهوه والدعم دعم لوجيستيكي بخير الماتيريال باش تتخدام تلقى صعوبات فيه تيرانات أهم حاجة هو التيرانات ومطال الماتيريالة راه تقدر هي بكورة وليب بلوت تقدر تقديل غرض والإزاسية تقدر تقديل غرض ولكن أهم حاجة هو التيرانات تلقى صعوبة بزاف تيرانات باش الدريحيت ما يمكنش الدريح يتطور يتطور بزاف تيرانات فين يعود يلعب يوميا ويمرصد الرياضة يوميا وهادي مصطعوبات لكينين لتنشوفهم انا صعاب شوية وما تتيرانات بالفعل حن السنوات اللي تراكمت نحن شهل هذا في ثمانين وثلاث سعينات ما كانواش البنية التحتية كو كانوا البنية التحتية غادي نقدروا نطوروا دوك الشباب منهم هي كنا احنا ضار الشباب ما عدناش احنا بعدها كنا احنا تنقول احنا كانت عندنا ضار الشباب يعني بزاف ديال الطاقات كانوا عندنا كانوا دغري فاعين جمعوين مزيانين كانوا مهم المنطاقة تتسخر بزاف ديال اسمنه وخصها باقي باقي الدقاد باقي بزاف ديال ديال بنيات تحتية يكونوا فيها وهو من هار بدات الرابطة العام الثاني سيفتنا جوج دراري الكوكاب الفوتسال سيفتنا دري المينيم ديال الكوكاب من الكوكاب مشال الجيش العام الآخر سيفتنا جوج دراري من الجينيور وانتو معنا البطولة ديال الجينيور يتينا بطولة ديال الجينيور باش ننزي دا النقطة دي ما تكرتاش يتينا بطولة ديال الجينيور وشوش دراري مشاو الاتفاق مشاو اللكيب اللكيب سينيور العام اللي منورة سيفتنا دري اخر الكوكاب فوتسال وهاد العام شو ما عندنا مشاو عندنا جوج دراري هاد العام عاد الموسميات مشاو ما عندنا جوج دراري الاتفاق فوتسال ومشاو دري مشاو الكوكاب فوتسال بالحادث المرمى ومطبع يدل حد ما تدقى مثلا ما تدقى مثلا المنتخى بجيك أنه كيعتلي المركز الأولى في العالم هذا رأى حبيس كبير باش أنك طور لمستوى جارك الحمد لله لدينا مدريب كفع يعني مدريب بأنه لا تغيش على الحصاص ويأتي في الوقت يوقف لك جميلة من الممكن أن يكونوا خاصة كي قلت لك المنتخبين كانت قامتا كيعتلي مركز الأولى كيقول لي عندك حافيز عشانا ما نطورش المستوى جري كيقول لا يمكن أن نكون في المنتخب هذا يعطيك واحدة دفعة قوية بل أنك تزيد تخدم وتنضابط كي تقولوا هنا بالترجال تحضر راسك إذا أريد أن تتعلم تحضر راسك لأنها تصل لك للمبتاقة التي تتعلم بالنسبة ل بالنسبة لرسالة تنوجها التراري هو أنهم يحولوا ما أمكان ينضابطوا في الحصاص لأن إذا لم يكنوا حصاص ما عمال ستتعلم بالحصاص لكي تتعلم وعندما كان حضر أنا وكي حضر أنا وكي حضر الإلعاب الأخر كان يحضر كان يقول التنافسية كان يقول كان يقول منافسة يعني يخصني معطي كل ما عندي باش نوصل لذلك المستوى اللي بغيت أنا ونعاون نادي ديالي سواء الفوت وصلوا في القرون فوت ونلقى على الرياضة لفين يفرق بين الرياضة والرياضة هو التداريب بس حضر التداريب جواه هذه الرياضة اللي بمجدد إن ضابطوا والإنزيبات إن كي يكون الإنزيبات كي يكون ميسر ديالي أهم حاجات نحن تنصرهم يا القراء يا ديالو يا قراء وتنحاولوا أن الحصص ديالتداريب بتيكون ديمة مورة الخمسة العشية يعني كلمة هذا المرات السبعة هذا المرات السبعة كل مرات تطلق الوقت باش يزاول ديالي تهو يزير اللعبة المفضلة عنده تهوية كورة القدم والحمد لله كورة القدم خرجت بزاف ديالتداريب من واحد المستنقع كان خيب يقدر يمشي كان ردي يمشي المخدرات يمشي بزاف ديالحواج ولكن ينتجوا لغياضة بالنسبة لرسالة وجهة الدراريب الدراريب أخصومي يحمد الله واشكروه بأن الرياضة والكورة القدم طورت طورت واحدة نسبة كبيرة في المغرب وخصصا في مدينة مراكش بالنسبة ل احنا كنا تتلقى ديالتداري صغير يقدر يخرج من طريقة الاندية والفرق ويمارس الرياضة وتتبعد هي كرياضة تتبعد تتبعد هلاش حالة من حاجة اللي انتم ما عارفين أراد بخصة الأحياء الشعبية أحياء الشعبية تتكون الأمور خيبة شوية يعني الرياضة تتعاوننا وعاونتنا بزاف احنا نتب بجينا من أحياء الشعبية وكنا تنمشوا من تريني وتبتلات العقلية ديالنا والحمد الله لحتى الان ما تنجروا تشي حاجة وهذا شي بيتن رسالة نوجها لدراري تاهموا يفهموا هادش يعني تلا معطتك الكورة تتمشي مزيان في حياتك تتقرى مزيان تتعرف على دراري مزيانين مستقبلا تتلقى معهم كل وعد وتتلقى من بعد كل وعد في مسهل علي الله وتتعرف هذه التعارف ودوك العلاقات تينفعوه من تي كبر بنادم تينفعوه وهذا شي تنون تنوجها لدراري هو خاصهم الرياضة عموما التجهول لها ردد بعيدة لاش ها من حاجة لاش ها من حاجة خيبة في الأهياء الشعبية انا هدينو جميع مصاج للتعاري ولاد الحومة هما اللولين حداش نهار اللول ترت الرابطة ترت الهلاق بالولاد الحومة كغير على المنطقة هي اللولة وكغير على ولاد الحومة هي هما التانيين كغير على ولاد الحومة باش تكون عندو واحد فرقة في الحومة حداش نتكا كميتان انتا عمد واحد النهار تتمشي تسافر ولادها عندنا فرقة في الحومة هالإنجازات تتولها ها فين وصلات ها فين غاديها وان شاء الله احنا بغينا نشوفها هنا عندها المحيبين ديالله وفعلا رعا عندنا محيبين واحد واحد اللقطاع دل عام ترت جا واحد القروب تواصله معنا ببريفي وستادر بغينا نديرو بغينا نديرو إلترا وش هامية انا صراحة لاحش اجبني هذا كل ميساج وجبدو باش ديالهم إيزي كي بويز إلترا سموا إيزي كي بويز هات شي هو كي يبين كي يبين باللي بلالفرقة بح فيها بح hagالج الدخلات التي قالوا بجال أولاد الحومة بجال الإولاء أدارت بلاستها والأولاد الحومة هو أنوا ميخدموا حت resid ما أقنع في الرابطة ليس سهل لذي steerكموا واقي ما يجب أن نلعreet لذي يدعني junto لكي تتјول لكي تقوم بعيدا أولا إذاك كانت تثبين تكون تخلاقي تكون منضبط في لزون ترينمون ديالك حدش أنا ما قدش منضبط في لزون ترينمون ما عاش تكمل هادون بالحواج اللي تخليه واللعاب اللي تيلبو في الرابطة متميزين والرسالة اللي غا تنجه الأولاد الحمومة هو أنهم ينضبطوا يحاولوا أنهم يحافظوا التداريب ديالهم ويجتهدوا في التداريب ديالهم ويحاولوا أنهم يقرأوا حدش هدي الرسالة اللي أولانية اللي كان قولوا على الترينيطة وما من الصغار حتى الكبار نقرأيها اللي أولانية حاول ما تفرش في قرائتك حاول تكون هدي مزيان في قرائتك نحاولوا أننا نتبعوهم مع اللي بارون ديالهم واشكي قرأ مزيان واشكي دير واشكي جيف فورو ديال واشكي راجع في الدار هادون من التتبع اللي كان ديرو مع الوليدات باش إلى دباء باش نكونوا واقعيين حدثتها ماشي مئة في المئة كلهم تلعبوا قراء حرمان من كل مئة يقدر جوج ولا عشرة قاع وما يقدروا يلعبوا قراء ويمشيوا مزيان في القراء لذلك ما تخليش طموح ديالك يكون ديمة هو القراء والهدف اللي أولاني ديالك في الحياة هو القراء حتى إلما لعبتش القراء هتكون شد واحد البوصت زوين بقرائتك وحتى إلما لعبتك القراء تكون بادارك واصل ومتقف وواعي تبلي كومينيكاسيون ديال معك مع الناس تكونت عرف تكومينيكي مع الناس تيلح تارفتي ومشيتي على برا تكون مدى للأقل أنك الكومينيكاسيون مع الناس أخرين تكون مزيانة نتمنى يكون هذا الفيديو مصدر إلهام لكل من كي يتمح إلى تحقيق شيء عظيم وما تنساش أن الطريق للنجاح دائما ما كيكون صعب والتحديات هي اللي كتسقل الطموح وكتعد الانتصار أكثر قيمة وشكرا للكل من ساهم في إنجاز هذا الفيديو تحياتي الخالصة سمبول إكس